موسيقى 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 أحيكم من جديد وبداية القسم الأخير من صفحات الموقع الاجتماعية الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي حيث أكد سموه اعتزازه و فخره بتكريم رئيس الدولة له بمنحه ويسام زايد كما أهدى سموه رئيس الدولة القلمين الأصليين الذين وقع بهما قيام دولة الاتحاد كهدية إذكارية لسموه وقال في تدوين له عبر صفحاته الاجتماعية أن القلمين يحق لهم الفخر فهما من أيد مباركة أخلصت لدولتها ليد أمينة نسأل الله أن يحفظها للإمارات لتحوز تدوينته على أكثر من خمسين ألف أجاب وتعليق من قبل محبي ومتابعي كما عرب سموه عقبة منحه ويسام زايد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات حضيتم اليوم بتكريم من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه كيف تنظرون سموكم إلى هذا التكريم؟ والله هذا شرف عظيم وخاصة للشيخ خليفة وهذا اليسام باسم الشيخ زايد يعني بيكون لما كان عندي قيم إن شاء الله قال عنك وصلت لشعب الإمارات مسألة نصية جميلة من سموكم تانية بمناسبة اليوم الوطني ماذا تقول لشعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب نجم؟ أنا بس يعني أرسلت هذا المسجل لأني أهنيهم بهذا العيد الـ 41 وهذا كل الإماراتين يحتاجون فيه إن شاء الله الله يوفقهم إلى المزيد إن شاء الله رياضيا قام النجم ديفيد بيكهام برفع صور جديدة له مع زوجته فيكتوريا فيكتوريا عفوا وأولاده أثناء احتفاله بكأس أمريكا مع فريقه جالكسي في آخر مباراة له في دور الولايات المتحدة الأمريكية وقد علق على الصور أنه سعيد بالفوز لكنه حزين لتركه فريقه لتحوز الصور على مئات ألاف التعليقات من قبل محبيه ومتابعه وفي الوقت الذي يزداد نشاط بيكهام على الموقع الاجتماعية ويزداد عدد محبيه قام حارس مرمى أتلاتيكو مدريد تيوبو كورتوا بإغلاق حسابه الخاص على موقع تويتر بسبب الشتائم والانتقادات التي طالته بعد انتهاء لقاء الديربي ننتقل إلى جولة على مواقع يوتيوب والفيديوهات الأبرز لهذا اليوم والفيديو الأول الذي حقق نسبة مشاهدة عالية يعود لوصول نجمة كيم كارداشيان للبحرين لإفتتاح متجر لميلتشيك اشتركوا في القناة مرحبا بارين مرحبا بارين مرحبا بارين بارين مرحبا 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 بارين مрыحبا بارين مرحبا بارين تكريم النجم الهندئي شاروخان في المغرب بنها رجان السينما الدولية بمرقش وحاقق نسبة مشاهدة عالية في غضون ساعات قليلة قبل أن يترأس سموه حفل عشاء أقامه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الافتتاح الرسمي للدور الثاني عشر للمهرجاني الدولي للفيلم بمراجز تميز الحفل أيضا بحضور عدة شخصيات من مختلف بقاعي العالم تمثل عوالم الفن والسينما والثقرة تميز الحفل أيضا بحضور عدة شخصيات من مختلف بقاعي العالم تمثل عوالم الفن والسينما والثقرة فيلم لبناني قصير بعنوان هدية السبت الصبح لفت أنظار وعد موقع يوتيوب اليوم يعمل أخوات أكفاء أخوات أكفاء أخوات أكفاء أخوات أكفاء أنا لحبيبي حبيبي يا صفورة بيضة والموسيقى أمي كانت فيهن هنا الموسيقى لا يعيك بحدا تاريخ كنا قدير مطلطة لا يعيك بحدا أنا بك رحطة يا روح موسيقى اشتركوا في القناة قطة جذبت أكثر من 700 ألف مشاهد عندما قامت بلعب السيدي الخاص بالفنان بوب مارلي اشتركوا في القناة هذه رقصة وغنت إلى هنا المشاهدين نصل لختام حلقتنا لقاءنا تجدد غدا إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة